في البداية خلاص احنا في فاضل ايام معدوده خلاص بكرة يبدأ الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية المصرية عشرين اربعة وعشرين اهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمصر والرسائل كمان اللي بتبعت بيها للخارج اللي بتؤكد ان فيه استقرار سياسي في مصر كان نتيجة الاستقرار الام هو الصمت الانتخاب الفعل حيبدأ من الغد ان شاء الله اعتبارا من الساعة 12 مساء لكن برضو احب اوضح ان فلسفة الصمت الانتخابي قاصرة على عدم اجراء اي دعاية انتخابية تتوقف الدعاية الانتخابية خلال الصمت الانتخابي ايا كان شكلها هذا الصمت الانتخابي خلال ايام الانتخابات ايا كان شكلها كدعاية يعني لنرفع صور مرشحين ولفيتات مرشحين ولنوقف على باب اللي جاء لندعو مرشحين لكن الامر الذي ينبغي ان يستمر وهو توافق مع القانون والدستور ان انا من حقي الدعوة التوعية السياسية باهمية المشاركة في هذه الانتخابات يعني هذا امر مسموح به وعلى مدى ايام الانتخابات وايضا خلال الصمت الانتخابي لان التوعية الانتخابية باهمية المشاركة لا تدخل ضمن الصمت الانتخابي هذا اول اما فيما يتعلق بالادلاء بالصوت الانتخابي مرجعيتنا فيها هنا هي الدستور المصري العظيم الذي جعل الادلاء بالصوت الانتخابي حق وواجب هذا حق يدخل في اطار حق الممارسة السياسية لكل مواطن ومن اسم معاني الممارسة السياسية حق الانتخاب واعلى درجات الانتخابات هي الانتخابات الرئاسية ومن سمى انا كمواطن يجب ان يتمسك بحقي تماما في ان اذهب الى سندوق الاقتراع واخص بالذكر ايضا ولي شرف المشاركة منذ ان بلغته سنة 18 عاما وحتى الان وانا احرص وكل من حاولي على المشاركة بل واخفزهم على ذلك وندفع جميعا ببعضنا بعضا للمشاركة فاذا هذا حق ينبغي ان اتمسك به وناشد شبابنا بالذات اللي هم بلغوا سنة 18 سنة قبل يوم فتح باب الترشح للانتخابات ان يحرصوا ايضا على التواجد وانا براهن على الشباب في ظل وعي شبابنا العظيم وروحت الجامعات وشفت قد ايه شبابنا متحمس وقالوا هنشارك وحنروح لا ليس دورك كشباب بصفة خاصة وحتى انا كمواطن ان نروح ادل بصوتي بس لا ده لازم احفز كل من حولي وكل من الى جواني وننزل سوا الجزئية الاخرى ان الدستور قال ايضا ان الادلاء بالصوت في الانتخابات حق وواجب ما معنى واجب يعني ده واجب لابد ان اؤديه تجاه وطني طب لو ما قدتهش ابقى مقصر تجاه الوطن وصعب اوي على اي مصري لان احنا كمصريين نعشق تراب هذا الوطن كلنا بدون استثناء شعب مصر العزين شعب تغلب عليها الوطنية اما واننا الان في ظروف صعبة وقاسية تمر بها المنطقة وتتهدد الجميع لا انا شفت في الحياة مشهد لا يمكن ان انساه شايف ان شعب مصر بالفعل في هذه الظروف القاسية في مرحلة استفاف وطني كلنا جميعا على قلب رجل واحد نقول الحفاظ على امن وسلامة واستقرار هذا الوطن يعني احنا بنتفق احنا مجتمع ديمقراطي نتفق في قضائنا السياسية نختلف في قضائنا الاجتماعية نختلف في بعض الامور السياسية نختلف فيما يتعلق بالامور الاجتماعية نختلف في تشريعات في اداء بيحصل طبعا مطلوب لكننا فيما يتعلق بسوابتي ومحددات الامن القومي على قلب رجل واحد الحفاظ على كل زرة رمل مش عايز اقول شبر من ارض مصر لا كلنا على السعدات التام لان نفدي مصر بارواحنا وبالفعل من بيننا من خرجوا حينما نادهم الوطن لاداء الواجب ماذا فعلوا خرجوا في 73 ودفعوا عن الوطن وتم استرداد الارض وسقط منهم شهداء عظام في ارض سيناء لما جم دفعوا اعداءنا واعداء الوطن واعداء الحياة بعناصر الارهاب لزعزعة استقرار مصر خرج من بيننا من نداهم الوطن لاداء الواجب واستشهدوا حتى نكونوا جميعا سالمين امينين مطمئنين اما واننا كمواطن بلدي بتناديني ان انزل الانتخابات عشان ادي واجب تجاه بلدي لا اقف ساعة واثنين وثلاثة وعلى فكرة ما بتاخدش دلوقتي ساعة واثنين يعني العملية برضو ميسارة لكن لو طلب الى اننا حاعد دي مصر يا جماعة ده بلدي انا اقول وانا بدل بسطر الانتخابات اقول نعم لمصر نعم لاستقرار مصر بظهر بمظهر الحقيقي امام العالم الذي يتجسد في ان انا شعب لي ولاء وانتماء لهذا الوطن بدون شك الانتخاب رئيس للبلاد شيء بالج الاهمية دور رئيس الجمهورية ومهامه التي اناطها بها اليه دستور مصر العظيم عليه مهام جسام يقول ربنا معاك وربنا في عونك انت رئيس شعب عظيم يتجاوز 105 مليون له احتياجات كثيرة له علاقات دولية كثيرة له دور اقليمي ودور مؤثر كبير ادارة هذه الملفات الساخنة الكبيرة من حولنا مش اي حد بصراحة يستطيع ان يدير وطنا بحجم مصر وبالتالي المواطن بعد ما استمع الى البرامج شفنا وسائل الاعلام على مسافة وحيدة من المرشحين جميعا قرأت برامج المرشحين جميعا سواء بانفسهم او من خلال رؤساء حملاتهم اطلعت على ارائهم جميعا سواء في القنوات الفضائية المتعددة او في الصحف المتعددة ودرسنا وعرفنا اذا سنحكم ضمائرنا وانا داخل انتخب هشوف من الذي يستطيع ان يحافظ على امن وسلامة واستقرار هذا الوطن ان يحافظ على حدود هذا الوطن ان ده خطه احمر في ظل الاوضاع الاخليمية الملتهبة من حولنا التي مهددة في اي وقت للمزيد من الانفجار زي ما بنتابع وحضراتكم لسه كنا بسمع اذا ده بيحتم ان يكون حد لديه القدرة ان يعبر بسفينة الوطن في هذه الاوقات بالغة الصعوبة الى بر الامان المسألة لا تحتمل اي تقصير في حق الوطن انا بقوله اللي مش هينزل لا يعني مكسوف اقول اقوله انت مقصر في حق مصر انت مقصر في حق ابنائك انت مقصر في حق نفسك انت مخالف للقانون نعم مخالف للقانون لان القانون بينص على توقيع عقوبة يبقى هل اقبل على نفسي يعني حتى ونركب عربية كده اعمل مخالفة مرور عمدا عشان اتفحق شكل وحش فاذا من لا يذهب الى صناديق الافتراع هو ايضا مخالف للقانون لان ده واجب ده شرف كبير ان اروح وقول انا قديت واجبي تجاه الوطن اخش افتخر كده وبخش بيتي بالحبر الفسفوري بقول انا قدلت بصوتي في الانتخابات انا عامل حسابي تسعة لربع يوم لحد باذن الله حكون قدام اللجنة القريبة من منزلي حقف على باب اللجنة تسعة لربع وحتشرف انه حكون في مقدمة اللي نزلين يوم الحد وشيء جميل جدا وانا بقول لصحابي كلهم وحبايف بقول مننا لا كلنا ننزل في اليوم الاول كلنا ننزل في اليوم الاول وندي فرصة لغيرنا اللي مش قادر ينزل في اليوم او ينزل في اليوم التاني والتالي لكن كل من نديه القدرة على ان يبادر في انه ينزل يوم الحد فزاكه افضل لكن الزروفه ما سمحتش عشان كده فلسفة تلات ايام تحت اي سبب اوظار فينزل في الايام التالية لكن ان حد ما يروحش انا بقول له يعني ما مرضهلكش